الاتحاد الافريقي كاف يعلن عقوبات على نادي الرجاء المغربي ونادي الوداد المغربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعلن عن عقوبات على ناديي الوداد والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم بسبب سوء السلوك وجاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي ضد نادي الوداد بسبب أحداث مباراة شباب بولزداد في الدور الربع النهائي بعد أن اقتحمت جماهير أرض الملعب للاحتفال بالصعود وألقوا ببعض الأشياء في مباراتهم ضد شباب بولزداد وكررت لجنة الانضباط الآتي فرض غرامة مالية قدرها 8000 دولار على الوداد بسبب رمي الزجاجات من جماهيره فرض غرامة مالية قدرها 10000 على الوداد لاقتحام الجماهير الملعب وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية تخفيض عدد الجماهير في ملعب مركب محمد الخامس بحد أقصى 30 ألف متفرج خلال مباراة نصف النهائي والتي لعبت أمام بترو أتلاتيكو يوم الجمعة الماضي في حالة عدم الامتسال لهذه التعليمات ستقوم لجنة الانضباط بفرض عقوبة باللعب خلف الأبواب المغلقة في مباراتي الوداد التاليتين وقررت لجنة الانضباط فرض عقوبة على الرجاء باللعب مبارتين خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري لمواجهتين مقبلتين في بطولات الاتحاد الأفريقي إلى جانب غرامة مالية قدرها 24000 دولار على الرجاء لاستخدام القنابل والشماريخ والليزر ورمي الزجاجات في مباراة الأهلي والرجاء في ملعب مركب محمد الخامس بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 دولار على الرجاء بسبب فشلها في تأمين المباراة بالشكل المطلوب هذه هي غرامات وهذه هي عقوبات على ناديي الوداد المغربي والرجاء المغربي ومرعب مركب محمد الخامس من قبل الكاف في آخر الفيديو يريد تعملون لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته